ثم قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني هذا كالاستثناء كما يقول بعض المفسرين من قوله جل وعلا كتب عليكم السيام وفيه دليل على أن المشقة تجرب التيسير وفيه دليل على أن المشقة تجرب التيسير وهذه من القواعد المقررة المعروفة قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا مريضا أن يشق عليه الصوم أو يتأخر بسببه برء المرض أو يفوت به العلاج لو كان العلاج مثلا كل ثلاث ساعات كل أربع ساعات سوى حبوب أو إبر أو نحو ذلك يحتاج هذا المريض عموما ذكر أهل العلم أن المريض له ثلاث حالات الحالة الأولى أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه فلا رخصة له في الفطر نعم إذا كان إنسان طيب يعني مرض عارض مثل زكام أو شيء يسير هذا لا يضره ولا يشق عليه يعني لا يحصل عليه ضرر وهو يستطيع أن يصوم بدون مشقة لا يشق عليه فهنا لا يجوز له أن يفطر بل يجب عليه أن يصوم الحالة الثانية أن يشق عليه ولا يضره فالصوم في حقه مكروه لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله يعني فيه مشقة عليه فيه تعب ولكن ليس فيه ضرر يعني مو من شاء الله يعني يموت أو يحلق أو كذا لا لكن فيه مشقة عليه فهنا نقول إن الفطر هو الأفضل ويكره له الصوم لأنه ترك الرخصة وعدل عنها الحالة الثالثة أن يضره الصوم أي صوم مثلا عنده الله يكفينا وإياكم البلاء والمرض مثلا عنده غسيل كلا أو مثلا عنده حبوب مسيلة للقلب هذا لو صامت كيف سيهدك فهنا نقول يجب عليه أن يفطر والصيام في حقه حرام والصيام في حقه حرام لقولي تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما